السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي بعد الصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله كان أحبكم في القناة دلكم شيوة أمنون تمنى إن شاء الله تكونوا بألف خير اليوم بإذن الله غير يقدم لكم اللي شوصهم بوحدة طريقة اللي هي سهلة ومبسطة وكذلك حشوة اللي هي لديدة تمنى إن شاء الله تتبعوا معي الفيديو ما تنساوش اللايك الفيديو والبرتاج مع الأحباب ومع الصديقة دلكم باشتعم الفائدة ولأول مرة تشاهد الفيديو ديالي كان أحب بها باش تشترك في القناة وتفعل جرس باش توصل بكل ما هو جديد إن شاء الله كأس دي العنبا ديال ماء الدافئ والكاس ديال الحليب حتى هو دافئ والزيت النباتية هتلقوا المقادير مكتوبين في صندوق الوصف بالعبار و بالقرامة إن شاء الله وغاد نضيف واحد وجمع القليهم أكبرين ديال السكر سنيدة أي السكر الخشن واحد معلقة اللي هي كبيرة ديال الخميرة الفورية أو خميرة الخبز تكون ممتلئة بسم الله غادي نخلطوا هاد العناصير هكا بغير بالفوي بطرب اليدوي هنا غادي نضيفوا الطقيق غادي نعبر لكم بالكيسان بسم الله غادي نضيفوا الكأس الأول من بعد الكأس الثاني والثالث تقريبا نحتاجه شي 600 قرام ما بين 550 حتى 650 قرام حسب النوعي لذيال الدقيق والكأس الرابع هنا غادي نجمع غير هكا بوحد ما يقلي هي خشبية والخامس 500 قرام نضيف غادي بشوية بشوية حتى تحصل على العجين المرغوب فيه ما زلق سنيين نزيد دقيق نزيد غير واحد ونصف ديال الكاز هنا أخواتين سيتما دفتشوا الملح في النوبل الأولى ملعقة صغيرة ما بغيتش نقطع لكم ما راح يجمع العجين خصوصا المبتدئات وهنا هذا هو القوام اللي بغيت نحصل عليه ما غاديش نزيد ننضيف الدقيق يعني دخلت فيها 5 كسان ونص أي 550 قرام حصلنا على واحد العجين اللي هي رطبة متماسكة في نفس الوقت وما كتلسك في اليدين وهذه هي الكيمية اللي تبقت لي ملكة السادس ثبا غادي نغبتع العجين بواحد البلاتيك ردائي بعد بواحد المين ديال أو فوطة وغادي نخليه اختامر وغادي نمر ان شاء الله لتحضير الحجو في واحد المقلاد نضيف واحد الكيمية ديال الزيت نباتية عندي هنا واحد البصلة اللي هي كبيرة اللي قطعتها الى مكعبة اللي هي صغيرة وزيت تقريبا واحد ثلاثة معلق اللي هما الكبارين اللي ذات ديال سيت وكنضيف رشة من الملح باش دغية تنزل او تشحر هاد البصلة وكنخليها على نار اللي كتكل متوسطة الى هادئة غادي نرضع ليوحد الغيطاء وفي المقلاد الثانية هنا يا غادي ان شاء الله نقلي فيها لصدر ديال الدجاج اللي قدرت ليه التوابل من قبل غادي ننضيف واحد الكيمية ديال زيت نباتية اللي غادي نحتاج غير القلي وهنا كيف كتلاحظو صدر ديال الدجاج من بعد ما حيت ليه داك العظام وضفت التوابل والملح يعني القليل من اللبزار والسكنجبير والكوركوم وشوية ديال التحميره وهو ضفت الربع يعني البقدونس او القزبر وخليته شوية يعني فترقد شوية وبعد غادي نقليه في هاد السيد يعني بحالي كان نقليه اللادان عادي غادي نقليه ان شاء الله عادي نقليه يتحمل من الجهة الاولى وبعد غادي نقلبه على الجهة التانية هنا يلبس الله كيف كتلاحظو اه تلقت المدية لها ونزلات ما تخليوهاش اخواتي تتحق معاكم كل مرة كتبقوا تقلبوا فيها دبا ان شاء الله غادي ننضيف الفلافيل عندي هنا الفلفل الحمراء والفلفل الخضراء كذلك اللي قطعتهم الى مكعبات والكيمية حسب الرغبة ديالكم هنا استعملت واحد الفلفل خضراء واحدة حمراء في طبيعة الحال بعد ما كان نغسلو هاد الفلفل مزيان وكنقوها وكان قطعوها الى مكعبات وغادي ننضيف دبا الملح لان في اللول تغير ذلك الرشة اللي هي قليلة مع البصر باش تغير ينزل وهناي كننضيفه الكمية اللي غادي نحتاجه ديال الملح ملعقة اللي هي صغيرة دياله لبزار وملعقة اللي هي صغيرة ممتلئة ديال البابريكا اي التحميرة وكننخلطوا هاد العناصر صافي دبا غادي نضي الغطاء ونخليها تطيب ديال هاديك الفلفل مع ديك اللي تكمل التياب دياله حتى البصلة وهناي ممكن تضيفو حتى هاد العطري ديال شوار ما كتضيفوها للتجاج اللي كتعطي واحد طعم ليه هو رائع مع التوابل نبلولة فاش كتخليوها يعني فاش كتضيفو الملح والتوابل كتضيفو القليل من العطري ديال شوار ما اختيارية يعني كتعطينو واحد اللي هي زوينة بريتو تستغنوا عليها كيما بريتو اخواتي وهناي من بعد ما تضلينا حتى الفلفلة كيف كتجاهدو غادي نخليها تشرب داك المال ليتبقى فيها غير شوية داك المال ليتلقات للفلفلة من بعد غادي نطفع لها ان شاء الله وهنا قبل ما اطفي النار كنضيف زيتون زيتون مقطع اخضر او المهم زيتون اللي متوفر عندكم زيت كرتو شوية عدر ديتو صغير وهناي ممكن تضيفو الزعتار ولما كنتش تضيف طربي على الدجاج يعني ولا بغيتو تديرو الطون بلاست الدجاج يعني كتديرو هاد الشمغلة هادي وفي هاد الخطوة هادي كتضيفو على البديل الطون وكتدفو الزعتار يعني بغيتو تتبطلو اللحوش وما تديروهاش بالدجاج والقطع اللي طبط معنا ديال الدجاج كنحيدوها كيف كتلاحظو وكننضل المتباقية بالقلية صافي هناين بعد ما حيط القطع ديال الدجاج كنا نحاول نقطعوهما الا قطع اللي هي صغيرة فنستعانو بهاد السيكين ولمتوفر او السيكين العادي وبهاد الطريقة كنتحصلو على واحد الحجوة اللي هي الديدة يعني بهاد القطع ديال الدجاج اللي كتتقلب وحدها بغيتو تديرو الطريقة الثانية العادية مهم كتغيير اخواتي فقط بغيتو تديرو الطريقة العادية مبعد ما كتتحروا البصلة ديالكم كتددو الففلة كتقطعو اللادان ديالكم او لصدر ديال الدجاج الى قطع مكعبة اللي هي صغيرة وكتضيفوها مع الشرم ولكتطيب معه صافي هنين بعد ما قطعتو كامل وممكن تقطعو على شكل طولي يعني اللي كيكون هكا كرقيق ولا عندكم الفطائد للكم الحجم ديال الكبير وكننضيفوه على هاد البصل وزيتون والفلا وغاد نخلصو جميع العناصر كتجي الحوشو اللي هي الديدة ممكن نضيفو كذلك الحار اي الهريسة صافي غاد نخليها في واحد الاناء جانبا وغاد نمرو ان شاء الله للعجين اللي خمرات معايا كيف كتلاحظو تبارك الله اختامرات والضعف الحجم ديالها بسم الله كنخلص الهواء اللي تشكل في العجين كون سبقتو ونسلت الفيديو ديال لي شو الصون بحوشو اللي هي مغير ديال الطون والبيض لقد نخلي لكم اللي بغاد شاهد الفيديو في صندوق الوصف اسفل الفيديو او اخر هاد الفيديو ان شاء الله ولي بغاد نقسم الكيمية ديال الزيت ولجتكم كتير في العجين بغاد تديرو غير كاس الا ربع او نصف كاس ممكن كذلك اخواتي لكن ما تخافوش منها كتجي العجين اللي كتكون ناجحة بابني الله وهي عندي معتمدة سنين هادي وكان نشل قليل من الدقيق في قصة العمال وكان بسطول عجين دينا هكا بمثلك كان حاولو نرقوه شوية لكن مشي بزاف وهذا هو السنك اخواتي كيف كتلاحظو كنجيبه ولا القطعة اللي قد يقطعو بها ان شاء الله هل ليشو الصور الحجم اختياري ممكن ديوهم صغار او كبار ولما توفراتش للقطعة ممكن تستعنو غير بزلافة صافي هنين بعد ما قطعت الوحدات وكان حيودو هاد الاطرف دي العجين اللي كيتبقاو من الاطراف كنلموه عادي وكان قطف بلاستيكا بعد غادي نسلحو هنين كنجيبو الحوشوان بعد كيف كتلاحظو ما بردات الحوشو اللي هي كتجيبني هنا اخواتي وغادي نمرو ان شاء الله باش نعملو هاد ليشو الصور بسم الله كنحاولو نديروه من العقلي هي كبيرة في الواسط ولدشتو الطون بدل تجاج اخواتي ممكن تضيفوه حتى البيض مسلوق كتحكوه في الحكاكة وكتضيفوه مع الحوشوة كتجي الحوشوة لديدة بالطون وبالبيض هنين بعد ما ملقت هاد الكيمية اللي عندي هنين بغيتوا تستعنوا بالماء ولا ما بغيتش تلتق معاكم العجين لما غاديش نحاول في البداية نجلب ولا تتسقط معي العجين ما غاديش نحتاج للماء صافي وغادي نسدو بهاد الطريقة يعني طريقة اللي هي سهلة بعد ما كتملؤهم كاملين كتجي يعني الخدمة سهلة وكتجي الخدمة نقية وكتسربي وضغية هنين العجين ققتها وكيف كتلاحظو غادي تلاحظو ان شاء الله في اخر الفيديو يعني مبعد ما غادي نفتح معاكم واحدة ما كتجيش ما كتجيش الفاطية ديالنا في يعني فيها بزرتي البابا او كتجي القيقة بغيتوا تخليو شوية للعجين ديالكم سميك ممكن كذلك اخواتي ما ترقوها جبزاف هنين بعد ما كنسدو كان نضغطو بالاصابيع دياللي يدينا كنكملو نضغطو عاد بالهاك بالفورشيت منها كيعطينا شكل اللي هو رائع وكذلك كنا نسدو مزيان على الفطاء ديالنا ولي شوصهم ديالنا باش ما يتتحوش في الفورن وسافي كناخدو الوحدة ديالنا وكنحطوهم في صينيا او في البلاتو اللي غادي ندخلو ان شاء الله الفورن اللي ينفرش اللي هو رق الزلدون وكن كذلك غادي ندهنوه بالزيت وهنا كنفيني بهد القطعة ديالبيتزا ولا كنشي طرف هكا خارج كنزيدو كننفينيو فيهم هكا قبل ما ندخلوهم من الفورن وشيجو مقادي سافي هناين بعد ما كنسليوهم كنكملوهم على ما نوجدوهم كاملين كيكونوا شو يرتاحوا واختملوا عاوض المرة التانية ما كنخليوهم مش بزاف وكنجيبو صفا ديال البيض او بيضة كاميلة ممكن الصفا تضيفو معه القطرات من الخل او الحليب وكندهنوهم من الاعلى والتزين كيبقى اختياري ممكن هكا ترشب قليل منها الحبوب الخشخاش او جنجلان العادية او الابيض لم توفى عندكم اخواتي وكندخلوهم الفورن اللي هو سخون من قبل كنشعلو الفورن من الاسفل حتى يتيبو من بعد كننشعلو لهم من الاعلى حتى يتحمرو وياخدو اللون المناسب مباشرة بعد ما كنخرجوهم كنغطيوهم بواحد الفوطة او منديل باش ترجع عليهم ديك السخونية وكنتحصو على اللي شو الصون او فطائي اللي كيكونوا رطبين من بعد ما كنمت الكيمية المتبقية هدي السنية التانية تبارك الله كنخرجو واحد الكيمية اللي هي كتيرة تبارك الله وهذه هي النتيجة اخواتي كنتحصو على اللي شو الصون كيكونوا رطبين ولدادين بسم الله غادي نقسم لكم واحدة وهذه هي النتيجة اللي هي زوينة بزاف اخواتي هنا ممكن يعني بغيتوا شوي دي البابة ممكن ما تلقوه مش بزاف كيرتقط لكم وكنشكلكم على المتابعة اخواتي ما تنسوش اللايك والبرتج مع الاحفاء ومع صديقة لكم باشتعم الفائدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة